مستوى القطر والحمد لله الأوضاع مستغرة تماما سواء كان على مستوى الداخلي أو المستوى الولايات التي كان بها بعض العمليات في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وكل المواطن الآن على الاستعداد للإنتاج وموسم الأمطار والخريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتد هذا الأمن والاستغرار على ربوة كل السودان سيد النائب وجه بتكسيف الجهود لتوفير الأمن والإطمئنان للمواطنين انطلقوا الانتاج خاصة في هذا الموسم الهام وجه أيضا بأن يتم التعامل مع المواطنين وفق القانون وأن نحفظ كل الحقوق الدستورية لما يريد أن يعبر بطريقة يسمح بها القانون هذا وقد أشهد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد بوعي المواطن السوداني ورفضه الاستجابة للمحاولات التي قام بها بعض ضعاف النفوس بهدف زعزعة الأمن والاستقرار مؤكدا أنه يعكس ثقة الشعب السوداني في قيادته وقدرتها على تجاوز هذه المرحلة بحنكة واقتدار كما تجاوزت من قبل الأزمات السابقة الموقف الآن يشهد استغرار تام بعد أن رفض المواطنين رفض قاطع مشهود على مستوى كل السودان وعلى مستوى كل أجزة الإعلام رفضوا الاستجابة للذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار ويتفهمون تماما بأن هناك إجراءات اقتصادية كانت ضرورية للاستغرار الاقتصادي ولبناء اقتصاد ينطلق إن شاء الله بالسودان للتنمية وللنماء كما كان في العشر سنوات الماضية نحن إن شاء الله سوف نجتاز هذه المرحلة بعد الانفصال وحينطلق السودان من جديد والشعب السوداني خبر هذه الدولة وهذه القيادة من خلال سنوات أثبتت بأنها جادة في بناء أمن واستغرار واقتصاد السودان وسوف تمضي إن شاء الله بهذا البرنامج السلاسي للاستغرار الاستصادي وسوف لن تلتفت إن شاء الله شعب السوداني للأصوات النشازة التي لا تريد استغرارا ولا أمنا للسودان